معنا للتعقيب بهاتفين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنة صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا سيد زميع صباح الخير يا فندم دايما الرئيس بيوعد وبيافي بكل اللي المفروض بيقدمه للمستفيدين من المزارعين عايزين نعرف كواليس كده يا فندم التسليم وإن اللي حصل هناك وفرحة الأهالي هناك إيه أكيد حدثك وطبعا يعني في حيال السيدة عيسى بحقها السيسي أصداد زيارته في المحافظة الحقيقة كان في قرحة المعجلة وكان افتتاح صوام المعجلة وبعض المشروعات الأخرى فيه كانوا بالسعيد كان اشتكى يعني إحدى المواطنين الحقيقة اللي هو كان حاضح اللقاء أو الاجتماع من عدم حصول بعض أهالي أو شباب المعجلة على أهالي نتيجة أنه فيه موجود بعض المشروعات أو بعض التعديات في الظهري الصحروي المحيط بالقرية الحقيقة سيت توجه على طول فعلا بألف سدان لأبناء المعجلة تم تشكيل لجنة الحقيقة وكانت لجنة عمل تبقود فعلا غير عادي من هيئة التنمية الزراعية من التضامن الاجتماعي الهيئة المتحدة الحقيقة قوات المطلحة برد تنمية دور كبير وهيئة الرقابة الإدارية بالإضافة للتنميزيين عندنا فيها مقفضة وتم تلقي الطلبات تحديد موعد للتلقي الطلبات المواطنين اتقدم 1460 بزلط من مواطني المرشلة اللي تنطبق عليه مشروعات الحقيقة كانت 978 على وجه التحديد منهم برضو الحقيقة المرع المعيلة كانت مشاركة في هذه المبادرة وهي المنحة من سيادة هريس الحقيقة طبعا ألف فدان هم كان المفهود لكل مواطن 2.5 فدان يعني في واقع هيكون 400 مواطن الحقيقة لما طلع تنطبق عليه مشروعات 978 987 نعم فندم 987 الحقيقة سيادة واجهة ألا كل المستعقين ياخدوا فعلا فأصبح المساحة اللي هياخدوها الصفية الحقيقة كل واحد 2.5 فدان 2445 فدان يعني زادت 1445 فدان ولما تيجي تشوفي في حقيقة الأمر كمان حدثك احنا دولا مواطنها فعلا مساحة صفية كل مواطن او كل مستحق 2.5 فدان لكن احنا ما حسبناش الطرق اللي هي مؤدية والخدمات اللي تخدم هذه المساحة يعني في حقيقة الأمر هي توصل يمكن 3.500 فدان في الطرق والخدمات وده عدد كبير جدا يا فندم صحة كبيرة كمان فالحقيقة سيادة عيس كمان كان حقيقة بيتابع معنا فعلا كل الخطوات بغاية ما الحمد لله زي ما قلت حدثك حصلت قرعة في يوم تم القرعة في 2.5.2018 فصل المقاطعة في نادينا قد ايه لو تشوفي كتل منظر حضرتك الهالي المواطنين اللي جايين طبعا القرعة مش على ان احنا نختار عدد لا العدد خلاص هو تبتعلم كل المستوفين للشعوط والمستحقين اللي هم 970 كانوا موجودين لكن القرعة على مين ياخد انهم موقع من القرعة لان كان فيه اهراد يعي سطحي وارد يعي جوفي ودان بقول لحضراتك الحقيقة كنا حضرين كلنا برضو الجهات المعنية اللي نقول لحضراتك عليها وكان معنا رئيسة ايه التنمية الزرارية حقيقة اللي هم قامت حيني برضو كان عمل مجود كبير هو والزملاء فيه الهيئة حضر برضو الحقيقة هيئة الرقابة الإدارية لها الهندسية كل المواصلين التضامن الاجتماعي كلنا حضرنا وحصلت القرعة فيه ممتها الشفافية ومن خلال مواطنين من قرية المرشرة هم اللي كانوا بيستخدوا هذا الوعي طيب بالنسبة للمرأة المعيلة يعني عايزين نعرف كمان ايه اللي قدمته الحكومة لها الحقيقة فيه حوالي يمكن 37 مرأة كانت حقا فعلا وخدوا فعلا كل مرأة خادت فعلا 2.5 صدان عشان تساعدها في المعيشة والأعباء المعيشية يعني تم توزيع الأمر بالتساوي ما بين كل المستفدين الحقيقة واستكمالا لهذا طبعا يوم من يوم 7 ل11 ستة اللي فات بشاح اللفات تم دعوة هؤلاء المواطنين إلى القفزة عندنا في طاعة لقاء المواطنين وتم تستمهم فعلا خطابات التخصيص وبدأوا حاليا دلوقتي بيستددوا المقدمات بتاعة هذه الأعلى طبعا ربنا يبرك لهم وأنا مش كده وبس أن الحياة كمعت بيهم هم موجودين وفهمتهم برضو أن أي مساعدة لحقا بعد استلام الأرض كان وحي فنية وطاعة إحنا مستعدين طبعا نقدم لهم كل المساعدات ونصحناهم طبعا أن هو يحاولوا يعملوا كيانات ويحاولوا يستفيدوا أكبر استفادة ممكنة من هذه الأرض خاصة الأرض دي حددتك برضو في نقطة مهمة الأرض دي بتقع على طريق اللي هو إنا ناجة حمادي سواجة صحاوي الغربي الطريق دا لسه معموله ازدواج الحقيقة فبطريق حيوي ومهم صحيح بيمر فيه عدد كبير جدا من المستفدين كمان من الطريق المستفدين وبعدين فيه مدينة غربي جديدة تم إنشاءة طبعا مقرس برضو كديدة على 9000 فتانة طبعا مافيش كيلو متراتة عن هذه المنطقة فيه مركز تجاري لوجيستي هيتعمل باركه وده هيساعدهم إن شاء الله إن هم يسوقوا المحاصيل بتاعتهم أو الزراعات نوادج الزراعات بتاعتهم إن شاء الله وده اللي كنت هسأل حضرتك عليه يعني دلوقتي هيتم زراعة الأماكن دي طب يتم بعد كده يا ترى إيه اللي هيحصل لو هم حبوا ينقلوا حبوا يستفيدوا من فكرة الشراء والبيع هل في أسواق هل في ممكن يكون أماكن لبيع وسهولة ويسر كده فكرة إن هو ممكن يستفيد منه الأشخاص العادية يعني هي الفكرة بس مش فكرة فقط إن إحنا ممكن نزرع وبس لكن كمان لازم يبقى فيه سوء مفتوح لا الحقيقة أنا أولى الحركة الحمد لله لخصنا يعني لخص إن إحنا فعلا شغالين بطل اللي هو دايئة على توجهات سيد رئيسة المعارضة الحقيقة بين شاء مناطق الجسدية ومركز التجارية بكل المحافظات إحنا في 15 ونصف الدين طم تخصصهم فعلا ويقمضينا البرتوكول مع جهاز التنمية الداخلية وفعلا إحنا تلقى في إجراءات التنفيذ خلاص بالطرح عشان نبدأ الشغل فهي جاية يعني فعلا في نفس التوقيت بتاع تسليم الأردي دي فهيلاقوا إن شاء الله يعني هيبقى التسويق بالنسبة لهم هيبقى سهل جدا وفي منطقة تانية برضو إن شاء الله هيتم برضو في الناحية التانية سيناجة حمادي في الشمال برضو هيتعامل إن شاء الله مركز واربخ لا في الأسواق القديمة اللي موجودة طبعا هيقدروا برضو يسوقوا فيها نشكرك شكرا جزيلا سيادة اللوى عبد الحميد الهجان محافظ خنى على المداخلة وربنا كده يا رب يبارك ليهم يعني حقيقة الواحد ما يقدرش يقولك غير كده لأنهم حقيقة كانوا أكيد بيعانوا من قلة وجود أراضي فطبعا سيادة الرئيس استجاب بسرعة وتم استسليم هؤلاء المستفدين بإذن الله تايت